أكدت مصر أنها ستظل على موقفها راسخ فعلا وقولا برفض تصفيات القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهما جاء هذا خلال كلمة مصر التي ألقاها الوزير المفوض كامل جلال مدير أدارة فلسطين بوزارة الخارجية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحديثة 10 بعد المئة لمتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقال الوزير المفوض كامل جلال أن مصر ستظل متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في أتون الحروب والدمار مشيرا إلى أن التاريخ والضمير الإنساني سوف يسجلان تداعية تلك الحرب باعتبارها مأساة حقيقية عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار الشعب وتجويعه وترويه وتشريد أبنائه وسط مساعنا لتنفيذ مقاططات شريرة وتهجيرهم قصريا من وطنهم واستطان أراضيهم في ظل عجز دولي من فردي وعن فردي وتطبيق القانون الدولية اشتركوا في القناة